الاركتكتوري والإنتيلي ديزاين تتحرك بشكل كبير جداً في عام 15 عام الناس بقهم فاهمين كلمة ديزاين زمان فيه سبيسيفيك بيبل هم بس اللي كانوا بيحتاجوا ديزاين وشايفين إن الديزاين حاجة as a luxury service النهاردة الدنيا تغيرت تماماً إن الناس كلها بقت عندهم فكرة البراند فكرة الديزاين التطور أو الـ evolution اللي حصل في المعمار in general والـ resorts والـ compounds والـ development الكتيرة اللي موجودة النهاردة كانش فيه east-west دلوقتي بقى عندنا كمان The New Capital خرجنا من برا العاصمة لحيطة كتيرة مختلفة فأصبحت الناس الـ appetite بتاعتها حسة إن هي محتاجة design plus the evolution of the media the evolution of the social media of the digital world the Instagram people ابتدت تشوف حاجات and they want to مش يقلدوا بس يبتدوا يتفرجوا once إن انت شفت وخزتهم بالمعلومات دي in general حصل evolution مختلفة تماماً فالناس بقت عايزة ده عايزة تشوف ده سواء كان عايزة تشوف محل شكله حلو عايزة تشوف سينما شكلها حلو عايزة تشوف restaurant شكله حلو كل واحد عنده conscious إن هو عايز بيته يبقى حلو مكتبه يبقى حلو لبسه يبقى حلو كل ما عينك بتشوف كل ما بتبتدي تتغير والناس ما بتبقاش حاسة وإنت هتلاقي إن القصة دي حصلت مش بس architecture وإنتيرير لا هي حصلت بعوامل كتيرة جداً هي اللي خلت الدنيا مختلفة تماماً من 15 سنة اللي فاتوا غير دلوقتي خالص ولسه هتروح في حتة تانية أكتر بكتير من كده